حينما شرعت في ترتيب هذه الحلقات عن الانتخابات التشريعية في مصر رتبت اربع حلقات ثلاث منها عن القوى السياسية الرئيسية الحزب الوطني الحاكم والاخوان المسلمون وتحالف احزاب المعارضة وطرف رابع فوق الجميع هم القضاء وقد اتصلت بداية على ابرز مسؤول الحزب الوطني الحاكم الذين يمكن ان يكونوا ضيوفا مميزين على البرنامج فكان كل منهم يطلب مهلة ثم يتعلل بعد ذلك بالاعتذار لكن حينما اتصلت على الامين العام المساعد للحزب ووزير شؤون مجلس الشعب وامين التنظيم السيد كمال الشاذلي طلب مهلة يومين مثل الاخرين ثم اجابني في اتصال مباشر بالموافقة غير انه فضل ان يكون الضيف الثاني وليس الاول وهذا هو سر البداية بحلقة الاخوان المسلمين التي كانت في الاسبوع الماضي ويوم الخميس الماضي ذهبت الى السيد كمال الشاذلي في دائرته الانتخابية في الباجور محافظة المنوفية حسب اتفاقي معه وكان يراثقني بعض الزملاء والاصدقاء وقضيت معه امسية انتخابية كجزء من الاعداد للبرنامج كما افعل مع كثير من ضيوفي واكدنا بشكل نهائي امام الحضور على بداية بث الاعلان عن الحلقة وحددنا كافة المحاور وبدأ بث الاعلان عن الحلقة بالفعل كما هو معتاد يوم السبت الماضي لكن يوم الاحد ابلغني الوزير عبر صديق مشترك هو الدكتور محمود عمارة انه يريد الحلقة مسجلة وليس على الهواء كما هي طبيعة البرنامج فابلغته ان هذا مستحيل لان طبيعة البرنامج انه يبث على الهواء الا في الظروف القهرية واعاد الوزير موافقته على الحضور للاستوديو في موعده المقرر على الهواء غير اني فجئت باتصال بعد ظهر يوم الاثنين الماضي يبلغني فيه الدكتور عمارة ان الوزير قد اتصل به مرة اخرى وابلغه بالاعتذار عن الحلقة دون ابداء اسباب ولاني احرص على التعامل مع ضيوفي بشكل مباشر فقد اتصلت على الفور بالوزير على هاتفه النقال المباشر عدة مرات الا انه لم يجبني ثم ارسلت له رسائل على الهاتف حتى يجبني لكنه ايضا لم يجبني ثم اتصلت على ابنه محمد الذي اكن له كل احترام وتقدير واشكره على كل ما بذله معي من جهد وترتيب فوعدني ببذل ما يستطيع من جهد ثم ابلغني ان والده في المكتب واستطيع ان اكلمه هناك وبالفعل اتصلت على مدير مكتب الوزير عدة مرات وابلغته اني لن اعتد باي اعتذار الا من الوزير مباشرة فقد اتفقت معه بشكل مباشر وليس هناك ما يمنعه من ان يعتذر الي بشكل مباشر وانا استطيع ان اتفهم ما يمكن ان يكون قد دفعه لهذا التصرف ثم انقل هذا العزر للمشاهد الذي يترقب الحلقة منذ الاعلان عنها يوم السبت الماضي كما هو معتاد لكن الوزير للأسف لم يتصل ولم يرد علي كذلك مدير مكتبه وحتى ابرئ ساحة المهنية وساحة قناة الجزيرة واكد حرصنا التام على المهنية العالية في تعاملنا مع كافة القوى السياسية وان الوزير قد اضاع بتصرفه فرصة كبيرة على الحزب الوطني الحاكم الذي يشغل منصب امينه العام المساعد فقد قمت بالاتصال مساء الاثنين الماضي على السيد صفوة الشريف الامين العام للحزب الوطني وهو ارفع مسؤول في الحزب بعد رئيسه وابلغته بما فعله الامين العام المساعد السيد كمال الشذلي وان هذا التصرف يضع الحزب في حرج لاني تعاملت مع السيد كمال الشذلي بصفته الحزبية وليس بصفته الشخصية كما ان الاعلان يبث منذ عدة ايام ولابد في حالة الغاء الاعلان والحلقة ان نقدم لمشاهدين المبرارات المقبولة لذلك لسبب عدم حضور الوزير ووعدني السيد صفوة الشريف الذي اشكره على ما قام به من جهد بانه سيحاول الوصول للوزير للتعرف على سبب ما حدث ثم اتصلت عليه مرة اخرى فطلب منا مهلة الى صباح الثلاثاء لانه لم يستطع الوصول للوزير وبقيت الى ظهر امس اتابع الامر دون ان يصلني اي رد فالوزير الذي يرعب الاعضاء ويخيف الوزراء بزئيره تحت قبة البرلمان اختفى فاضطررت في النهاية الى ابلاغ ادارة الجزيرة بما حدث وتم ايقاف الاعلان امس فقط واضطررنا ان نطلب من الضيف الذي كان مقررا في الحلقة القادمة المستشار محمود الخضيري ان نقدم حلقته لتكون هي حلقة اليوم لان القضاء في الحقيقة كان يجب ان يقدم على الجميع من البداية هذا ما حدث دون اي تعليق طاركا لكم مشاهدين الكرام والزملاء الصحفيين والمراقبين والباحثين وراء الكواليس ان يبحث كل منهم وراء اسراري واسباب اختفاء الوزير كمال الشدلي وعدم اعتذاره بشكل مباشر عن الحلقة حتى الان اما ضيف حلقة اليوم المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقد ورئيس نادي القضاء فهو في الاسكندرية فهو شخصية اخرى لرجال مصر الذين يعرفون معنى الالتزام والكلمة وهو ابرز رجال القضاء الذين قادوا الحركة الداعية لاستقلال القضاء حيث كان المؤتمر الذي قاده في مارس الماضي في الاسكندرية له دور كبير في صناعة الحراك السياسي العام الذي تعيشه مصر الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة